المحكمة الدستورية ترفض عن شاب سوري وتؤكد إمكانية العودة إلى دمشق محكمة تأمر بعودة نمساوية وطفليها من سجون داعش في سوريا بيع أول سيارة مصادرة بسبب السرعة المفردة بمزاد علني شركة بايبيت العالمية للعملات الرقمية تختار فيينا كمقر لأعمالها في أوروبا وتوقعات بانخفاض نسبة الطلاب في الجامعات بحلول عام 2041 وأخيراً النمسا تفوز بلقب أكثر دول أوروبا ودية للمرة الأولى مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى التفاصيل رفضت المحكمة الدستورية النمساوية دعوة تقدم بها شاب سوري للطعن في قرار سلبي بشأن طلب لجوئه وأكدت المحكمة أن الوضع الأمني في دمشق قد تحسن بشكل كاف مما يجعل العودة إلى سوريا ممكنة وأشارت إلى أن مؤهلاته الجامعية وثروة عائلته تدعمان إمكانية عودته إضافة إلى أنه ليس معارضاً وتلقى الرجل قراراً سلبياً بشأن طلب لجوئه في أكتوبر 2022 وطعن في القرار دون جدوى ورأت المحكمة أن ظروفه الشخصية لا تعرضه لخطر يستدعي اللجوء مشددة على أن الوضع في دمشق في تحسن مستمر أمرت المحكمة الإدارية الفيدرالية بإعادة ماريا وطفلاها المعتقلة في سجون داعش بشمال سوريا منذ عام 2019 إلى النمسا وفقاً لمحاميتها دوريس هاولوكا ورأت المحكمة أن حياتها وسلامت أطفالها في خطر وكانت ماريا قد انضمت لتنظيم داعش عندما كانت في السابعة عشر من عمرها وتزوجت مقاتل بن داعش في سوريا وأنجبت منه طفلين وكانت وزارة الخارجية قد رفضت إعادتها إلى النمسا مكتفية بعرض إعادة أطفالها فقط لكن المحكمة قدت بضرورة إعادة الأم مع أطفالها حفاظاً على مصلحتهم وتجنباً لتعرضهم لصدمة نفسية تم بيع أول سيارة مصادرة في النمسا بسبب تجاوز السرعة في مزاد علني في فورالبرغ وهي من طراز بجوه 208 تم ضبطها تسير بسرعة 153 كم بالساعة في منطقة محددة بسرعة 80 كم بالساعة ومنذ بدء تطبيق القانون في مارس الماضي صدرت 133 سيارة 13 منها بشكل دائم وبيعت السيارة بمزاد إلكتروني مقابل 6800 يورو ويطبق القانون الجديد على تجاوز السرعة بأكثر من 80 كم بالساعة داخل المدن أو 90 كم بالساعة خارية مع إمكانية المصادرة عند تكرار المخالفات وسيتم تحويل 70% من العائدات إلى صندوق السلامة المرورية التابع لوزارة النقل بينما تحصل السلطات المحلية التي تحملت تكاليف القضية على 30% المتبقية اختارت منصة التداول الصينية للعملات الرقمية بايبيت فيينا كمقر رئيسي لها في أوروبا وتمتلك المنصة 50 مليون مستخدم عالميا حيث يوجد عدة شركات تأسست في فيينا منذ سبتمبر الماضي وتبحث عاليا عن مكتب في وسط المدينة ويأتي هذا القرار مع بدء تنفيذ ترخيص ميكار العام المقبل والذي سيمكن شركات العملات الرقمية من العمل في جميع دول الاتحاد الأوروبي برخصة واحدة وتعتبر بايبيت ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية عالميا وتسعى لتعزيز وجودها في السوق الأوروبي وسط منافسة متزايدة مع منصات مثل بيت باندا النمساوية أشار التوقعات إلى أن خفاض أعداد الطلاب النمساويين في الجامعات بحلول عام 2041 رغم زيادة الطفيفة في العدد الإجمالي بفضل الطلبة الدوليين ووفق لتقرير استاتيستيك أستريا ارتفع إجمالي عدد الطلاب من 339 ألف في عام 2018-19 إلى 348 ألف في عام 2022-23 في المقابل تراجع عدد الطلاب النمساويين من 252 ألف إلى 247 ألف خلال الفترة نفسها ومن المتوقع أن تنخفض نسبتهم إلى 67.4% بحلول عام 2041 بينما تشهد الجامعات التقليدية تراجعا في أعداد الطلاب الجدد ومن المتوقع أن تزيد أعدادهم في الجامعات التخصصية والفنية والمؤسسات الخاصة تم اختيار النمسا كأكثر دول أوروبا ودية من قبل قراء مجلة السفر الدولية كوندا ناسترافل متفوقة على إيرلندا التي جاءت في المركز الثاني وأوضح التقرير أن السكان المحليين في ندمسا يرحبون بالزوار بحرارة ويقدرون جمال بلادهم وجاءت كرواتيا في المركز الثالث وأشار التقرير إلى أن العوامل التي تؤثر على تجربة السفر تشمل الإقامة المناخ والمطبخ لكن المجلة أكدت أن الأشخاص هم الذين يصنعون المكان ورغم هذا التقرير أظهر استطلاع إكسبت إنسايدا أن المتربين يجدون السكان المحليين أقل إيجابية كانت هذه نشاطنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح ماكين أنسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة